تستمر المعارك الشريسة في الحرب الضروس الدائرة بين الكائن المجهري التاجي كوفيد 19 الذي ظهر في مقاطعة ووهان الصينية نهاية العام الماضي والإنسان المسلح بالعلم فالأول يقتل منذ نحو عام حتى أودى بحياة أكثر من مليون وثلاثمائة ألف إنسان واخترق أجساد أكثر من أربعة وخمسين مليون شخص حول العالم فالأول لم يمل من إزهاق الأرواح والثاني لم يكل من البحث وإيجاد علاج أو لقاح فعال للفيروس حتى أعلنت شركة فيزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية عن لقاح وصفته بالفعال وحقق نسبة نجاح عالية إلا أن المآخذ عليه كانت كبيرة ولعل أبرزها ظروف التخزين والشحن والنقل الصعبة حيث يحتاج إلى نحو سبعين درجة تحت الصفر ما يجعل من نقله وتخزينه ضربا من المحال كل هذا جاء بعد فشل العديد من التجارب لإنتاج لقاح فعال أبرزها تجربة لقاح أوكسفورد الذي أثبت فشله الذريع مرورا بريمي دي سفير الذي حصل على موافقة استعجالية في الولايات المتحدة والهند وسنغافورة ثم أنترفيرومبيتا وغيرها من اللقاحات التي انتهت إلى زوال ناهيك عن محاولات الطب البديل والشعبي وحتى الدجل والشعوذة إلى أن جاء الخبر الذي أثلج صدور سكان الأرض حين أعلنت شركة موديرنا الأميركية خبر لقاحها الفعال بنسبة أربعة وتسعين ونصف بالمئة والذي يمتاز بيسر وسهولة عمليات تخزينه ونقله بعكس لقاح فيزر حتى تسابقت دول العالم في حجز كميات مليارية منه على الرغم من أنه لم يجاز بصورة رسمية حتى اللحظة وفي ظل هذه المعارك مع فيروس كورونا وهذا السباق العالمي لإيجاد لقاح فعال له يبرز السؤال هل سيتم اعتماد لقاح موديرنا عالميا لمجابهة كوفيد-19 ليطوي صفحة وباء أرعب البشرية أم أنه سينتهي إلى حيث انتهت العلاجات واللقاحات السابقة له وكيف ستنتهي هذه الجائحة ومتى ترجمة نانسي قنقر